يا مساء الخير والبركة على كل المتابعين اكلنا في المصر النهاردة هعمل معاكم الجلاش الحلو بحشوة مش عادية هتخلي الجلاش طعمه في حتة تانية يلا بينا نشوفوا الطريقة وفي الاول كده بسم الله هنبتدي بالشرباط معنا كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية بعد كده عصير نص لامونة ونرفع الشرباط على النار اول ما يبتدي يغلي هنعد من خمس لست دقايق وبعد كده نحط كيس فاناليا ونطفي ونسيب الشرباط يبرد برحته بعد كده نحضر الحشوة وهي عبارة عن مكونين بس سوداني مجروش وبسكوت مطحون هو ده بس مش هنحتاج اي حاجة تانية بس جربوا الطريقة دي وشوفوا قد ايه الجلاش طعمه خطير معي تقريبا نص كوباية من السوداني المجروش وحطت عليه برضو نص كوباية من البسكوت المطحون ده بسكوت انا بيجيبه جاهز من محل خمات الحلواني لو ما عنديكش البسكوت الجاهز ده تقدر ان انت تجيب اي نوع بسكوت وتطحانيه في البيت تمام بعد كده هنجيب الصانية المربعة او المستطيلة نحط فيها معلقتين سمنة وندهن الصانية كويس قوي بعد كده معايا لفت جلاش وزنها خمسمائة جرام ومعايا نص كوباية سمنة دفتها على النار بسيطة علشان السمنة تبقى سايحة كده وهبتدي ادهن ورائد الجلاش كلها بحط مقدار معلقتين كده بوزعهم بالفرشة بعد كده هاخد طبقتين بس من الجلاش طبعا الورقة اللي تحت مش مدهونة احنا هندهن اللي فوق بس تمام بس قبل بقى ملف الجلاش هسيب حتة صغيرة كده وهبتدي حط الحشو اللي هو عبارة عن سوداني وبسكوت مطحون فباخد معلقتين او تلاتة كده بوزعهم بس ما توصليش الحشوة للطرف خالص علشان ما يطلعش واحنا بنلفه هبتدي بقى ارفع طرف الجلاش واضغط كده وانا بلف علشان الحشوة تبقى متماسكة في النص وانا بقطع او انا برفع رول الجلاش ما تطلعش الحشوة من على الحرف تمام بلف كويس اوي كل ما بلفه بضغط ضغطة بسيطة بعد كده هاخد رول الجلاش وهرصه في الصناية طريقة سهلة جدا جدا مش هتاخد معاك غير ثواني بس ندهن اللي بعدها برضو بدهن ورقة الجلاش وباخد من الحشوة معلقتين او تلاتة وبحطهم بس بسيب مسافة كده صغيرة علشان اقدر الف باخد ورقتين وبلف وببتدي اضغط كده ضغطة بسيطة وبالف بخلصي الكمية كلها وبرصها في الصناية بعد كده هنبتدي نقطعها ممكن احنا نقطعها صوابع ممكن نقطعها قطع صغيرة يعني زي ما نحب انا هقسم رول الجلاش لاربع اجزاء يعني صوابع كده حجمها كبير وبعد كده هدهن الوش بالسمنة اه طبعا بقيت كمية السمنة اللي كانت في الطاصة صيحة هكمل بيها دهن وش الجلاش هدهن الوش كويس جدا لان كمية السمنة دي هي اللي هتخلي الجلاش مقارمش واخد لون حالو بعد كده هدخل الجلاش فرن وسخن جدا مزبوط على درجة حرارة ميتين هحط رصانية على الرافل في النص والنارة عندي شغلة من تحت بس ما بشغلش الشواية خالص والجلاش بيقعد مدة مش كتير وبيطلع باللون ده ممكن يقعد عشرين دقيقة وممكن يقعد خمسة وعشرين دقيقة بس اول ما بيطلع من الفرن على طول بس ايه بالشربات وهو بارد هسق الجلاش بكمية الشربات كلها وهسيبه في الشربات من تلات لاربع دقايق كده وبعد كده هصفي لو فيه شربات زيادة عشان لو سبت كمية الشربات دي كلها الجلاش هيشربها وهتلاقي نافش كده وبقى طري فاحنا عايزين نبقارمش فانا حطت كمية الشربات كلها بعد كده اربع دقايق ميلت لصانية وشلت الشربات الزيادة وهي دي كمية الجلاش بالحشوة الخطيرة الحشوة دي طعمها رهيب. آآ البسكوت المطحون آآ هو معمول اصلا بعسل اسود ويدخل في نسبة قرفة. فلو انت هتجيبي آآ بسكوت عادي آآ وتطحني في البيت هتزوديله ربع معلقة صغيرة قرفة وممكن تنزلي عليهم معلقتين عسل اسود وتقلب الحشوة كلها مع بعض. بس يتكون متماسكة معك شوية وزعيها على الجلاش ولي فيها تكل احلى جلاش بحشوة البسكوت والسوداني. طريقة سهلة او بسيطة وسريعة بس فعلا الحشوة دي هتخلي الجلاش في حتة تانية. جربيها وعلى ضمانتي هتدمينيه طعمه رهيب وطريقته سهلة. وطبعا نقدر نعمل بدايل زي ما احنا عايزين. لو جبتي بسكوت جاهز هيكون افضل. لو ما جبتيش اي نوع متاح عندك وهنزبط الطعم احنا بمعرفتنا. والبسكوت اللي انا استخدمته ده بديل اللوتس. يعني سعره مش غالي وتقدري تجيبي كمية بسيطة من محل الخامات الحلواني. ولو مش موجود انت عرفت الطريقة ازاي تزبطي. جربوا طريقة النهاردة وان شاء الله هتعجبكم جدا.